الراديو 9090 هواها مصري لانها ديتنا الفرصة الحلوة دي استمتعنا بيها وبجمالها وجمال روحها دايم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا اما بعدها الليلة علوي فاحتفلت بعيد الحب المصري على طريقتها الخاصة نزلي صورة ليها مع الراحل نور الشريف من فيلم كل هذا الحب وكتبت عليها الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة بالمشاعر اللي بتملح حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متنقضة ومتلخبطة وعكس بعض وفي يوم الحب المصري بفكركم وبفتكر معاكم وحدة من اجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها قصة حب وفاء وكمال فيلم كل هذا الحب قصة وسيناريو الاستاذ وحيد حامد واخراج العظيم حسين كمال اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف من فاكر قصة كل هذا الحب اما بعد انمت حد صالح فنزل اغنية جديدة على قناة رسمية على اليوتيوب الاغنية اسمها وانا موجود وهي من كلمات بهاي الدين محمد والحان مدين وتوزيع اسامة عبدالهدي كمان ماي كساب نزلت كليب اغنية ببساطة من اغاني طبعا الالبوم الاخير وهي دويتو بيجمعها بالمطرب المغربي فريد غنام وهي من كلمات نصر الدين ناجي والحان ارتيجة والتوزيع اوكا وكليب الاغنية من اخراج المغربي ياسين الزوي من امبارح تقريبا وغاية النهاردة محمد رمضان وقصته مع الاوتوبيس في المدرسة سيرة مفتوحة للهري والقلش والتنظير والكلمة الكتير على السوشيال ميديا الخيئة القصة باختصار محمد رمضان نزل صورة على انستجرام وكتب عليها وانا راح لمدرسة زمان ايام السنوية العامة كنت بقف نفس الوقفة والشنطة على دهري ومستني انطف الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبهزر وبضحك من كل قلبي والنهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعا ربنا يدمها نعمة البعض الحقيقة شاف ان هو متواضع ومش قادر ينسى بداياته ولكن البعض الاخر شاف ان هو مغرور وبينتهز اي فرصة عشان يقول لنا انه بقى يعني معاه فلوس افضل دلوقتي انتو رأيكم ايه في الموضوع ده ابعتوا لي برضو على صفحتنا على فيسبوك الراديو تسعين تسعين وقلوا لي رأيكم ايه في القصة دي ده بالنسبة لسوشيال ميديا نجوم